نحن الآن نحتفل بإنجاز المرحلة الأولى من طريق العبر وهو أكثر من خمسين كيلو تقريبا بمواصفات عالمية أسوى بنفس الطرق التي تنفذ في المملكة العربة السعودية هذا جهد طيب من قبل الشقاء للمملكة العربة السعودية عبر البرنامج السعودي لعادة أعمال اليمن وأنا فخور وأنا أشوف هذه المرحلة تنجز بإذن الله كذلك يوم أمس تشن المرحلة الثانية أربعين كيلو وهذا جزء من خط استراتيجي يخدم الطرق الاستراتيجية في اليمن ويربطنا كذلك بأشقائنا في مركابة السعودية فخور كذلك وأنا أشوف أنه عدد كبير أو يمكن كل المهندسين اللي مبيدين هنا كذلك هم مكادر شبابي يمني عبر شركات السعودية هذا كذلك جزء مهم من الاستثمار في الرسمان البشري لأنا ملك لنشكر وشقائنا في مركابة السعودية والجهود والمشاريع والبرامج السراتيجية اللي تنفذ بطول برنامج السعودي للتنمية وإن شاء الله مزيد من الشراكة في بجال التنمية اشتركوا في القناة